بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين إن شاء الله كل مدة أعرض عليكم صورة من العزايم اللي عملتها في بيتي المناسبات. ما شاء الله دائما يجونا ضيوف. وأنا هوايتين تزيين الموائد أحب يعني هنا كان عندي عزومة بس للأسف ما صورت إلا هذه الصورة. هذي معجنات المدينة البوف وسامبوسة مثلثات باللحمة والجبن مقرمشة تجنن بس ما صورت إلا صورتين الصورة اللي شفتوها وهذه الصورة. كان التيم أخضر عملت كله أخضر حعيدها في أهر الفيديو هنا العزومة هذه عملتها موف فعملت أبيض وموف يعني لون حلو نسائي لأن ضيفة اللي جايتني كان عندي كلهم نساق. يعني أنا معظم عزايم نساق عزايم الرجال تعرفون يعني ما يحبون هالأشياء سادة شوية لا يسمعوني يعني بسيطة ما يحبوا هنا أبقون الأكل وخلاص يدخلون في الموضوع على طول مو زينا إحنا نحب الحركات ونحب نقعد ونسولف ونتكلم ونشوف شيء حلو قدامنا حطيت السندات هذه بلاستيك تحت صحون فيها رسمات تمشي مع الرسمات اللي في المفرش فكانت العكاسات حلوة نشوف اللي فلسطين ونشوفه نفسه في المفرش عملت هنا مصقعة باضنجان سمبوسة بوف هذا رز كابلي مشهور عندنا في المدينة وهذا رز بلبن وهذا ملوخية ورق مع دجاج مرة لذيذة وكوسة بلبن وعملت هنا مندي رز مندي عشان لازم رز سادة مع الملوخية والكوسة والمصقعة لازم رز سادة بس هذا هي يعني قدام كل شخص حطيت الشربة والصحن اللي مثل الهلال في السلطة عشان أرتب لي بدل ما حط صحون وآغرف حطيت قدام كل واحد وعملنا شراب اللافندر هذا الشيء اللافندر عشبة لونها موف جبتها من دبي من دبي سوق البهارات وعملتها شراب مرة لذيذة والله منعشة كده معظم ترى الطبخات موجودة في اليوتيوب معظمها وهذه هي الأزومة يعني بصراحة ما فيها أكل كثير بس أنه يعني متوزع على الطاولة حسا فالأزومة الأولانية والله كان فيه أكل حلو حطيتها على البوفي بس ما كنت عارفة أني هنزلوا في محل ما صورت كثير صورة بس لي أنا عشان أتذكر ثاني مرة لما جي أبغى أعمل أزومة أتذكر إيش عمالت وإيش حطيت فما جعل بالي أني أحتفظ بكل الصور للأسف والتي عملت عزائي محفلات كثير كثير كلها مسحتها يعني عندي كم واحدة بس باقية وصدفة نفس الضيفة هذه السنة اللي فاتت جاتني من ثلاثة أيام جاتني سبحان الله السنة كاملة بالضبط بين العزومة هذه والعزومة اللي سنة هذه إن شاء الله أعيدها لكم بعد مدة شايفين يعني قاعد أوريكم الترتيب حطينا إيش اسمه مات تحت كل صحن لونه موف عشان يمشي وقدام كل شخص حطينا الصحون والحلة هذا نوع الحلة عملته للطاولة بعدين طبعا نقوم نروح غرفة ثانية نشرب الشاي والقهوة نجيب إذا في حلويات ثانية في فاكها ناكلها بعدين في غرفة القعدة يعني عشان على الأقل شوية راحة نتغدى هنا وبعدين نكمل هنا كل حلو وهذا هي ترى معظم الطبخات موجودة في اليوتيوب وهذه شربة أنا أحب شربة كثير أحب دايماً أعمل شربة للعيلة وللضيوف فحشوفون دايماً عندي في العزائم شربة للغدا وللعشا السنبوسة والمصقعة كلها موجودة في اليوتيوب والرز بلبن نزلتوا باليوتيوب وبرشيتوا شوي لفندر مع الفستق عشان يمشي مع اللون السائد اللي حطينا كلها في الطاولة اللون السائد الموف وهذه المصقعة طلعناها لسه ما زيناها وهذه الصورة اللي قلت لكم العزومة اللي التيم كان فيها أخضر ما صورت لها من هذا الجهل للأسف والله كان فيه أكل على البوفي مرة لذيذ وحلو معلش مرة ثانية ننتبه إن شاء الله لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب تابعوني دايماً